اشتركوا في القناة نقدم لكم اليوم حسة مراجعة في مادة الرياضيات محتواها التدرب على حل المسائل هدف الحسة يوظف المتعلم مكتسباته المتعلقة بقسمة وضرب الأعداد العشرية وجمع وطرح الأعداد التي تقيس الزمن وجمع وطرح الأعداد الكسرية في حل مسائل التمرين الأول أخذ من مدونة القسم في الرياضيات والتي يمكنكم تحميلها من الموقع الرسمي للمركز الوطني البيداغوجي أمامكم عنوان الموقع إذن التمرين الأول قلنا الصفحة 104 التمرين الرابع لتجليز غرفة مستطيلة الشكل بعدها بالمتر 4 و 3.6 وجد السيد أحمد في السوق الأصناف التالية من الجليز المربع الشكل أمامنا الجدول إذن سنف الجليز السنف الأول السنف الثاني السنف الثالث إذن بالنسبة للسنف الأول قيص ظلع الجليزة بالمتر 0.25 بالنسبة للجليز من السنف الثاني قيص ظلع الجليزة بالمتر 0.3 بالنسبة للنوع الثالثي أو السنف الثالثي قيص ظلع الجليزة بالمتر 0.4 ثمن الجليزة الواحدة بالنسبة للسنف الأول 0.310 بالنسبة للسنف الثاني 0.360 وبالنسبة للسنف الثالثي 0.480 يريد السيد أحمد أن يختار السنف الذي لا يضطره إلى القص عند تركيبه السؤال الأول ما صنف الجليز الذي عليه أن يختاره؟ أعلل إجابتي حسابيا السؤال الثاني ما عدد الجليزات اللازمة للغرفة من هذا الصنف؟ السؤال الثالث ما ثمن المتر المربع الواحد من سنف الجليز الذي اختاره؟ بطبيعة الحال هنا عندما تصادفنا كلمة قيص ظلع الجليزة إذن تحملنا إلى ملاحظة ما يجب أن نعرف بها إذن وهي الظلع إذن الجليز مربع الشكل هنا الجليز مربع الشكل السؤال الأول إذن قلنا سنبحث عن سنف الجليز الذي عليه أن يختاره والذي لا يضطره لعملية القص نوع الجليز السنف الأول قيص ذلع الجليزة 0.25 إذن هنا عندما تصادفنا مثل هذه الوضعيات إذن يمكننا أن نبحث عن عدد الجليزات على الطول وعلى العرض بما أن الغرفة مستطيلة الشكل إذن بالنسبة إلى عدد الجليزات على الطول إذن سنقوم بقسمة طول الغرفة على ظلع الجليزة الواحدة نعم أحسنتم أربعة على سفر فاصل خمسة وعشرين يساوي ستة عشرة هنا يمكنكم الاعتماد على الحساب الذهني أحسنتم نعم عندما نقسم عددا على سفر فاصل خمسة وعشرين كأنني أضربه نعم كأنني أضربه في أربعة إذن عدد الجليزات على الطول يساوي ستة عشرة إذن أربعة على خمسة وعشرين أي كأنني أضرب أربعة في أربعة ذهنيا يساوي ستة عشرة عدد الجليزات على العرض إذن نشاهد أمامنا إذن ثلاثة فاصل ستة على سفر فاصل خمسة وعشرين يساوي أربعة عشرة ويبقى عشرة سنتيمتر نعم لأن عدد الجليزات سيكون عددا صحيحا بطبيعة الحال عندما ننجز عملية القسمة إذن سنتوقف عند العدد الصحيح ثم سيبقى لنا هذا الباقي إذن أحسنتم هنا السيد عندما سيختار الصنف الأول من هذا الجليز نعم سيضطر إلى قص جليزة في الأخير سيضطر إلى قص جليزة عندما يضع عدد الجليزات على العرض نمر إلى الصنف الثاني الصنف الثاني قيس ظلع الجليزة الواحدة سفر متر فاصل ثلاث سنبحث عن عدد الجليزات على الطول إذن أربعة قسمة سفر فاصل ثلاثة يساوي ثلاثة عشرة ويبقى واحد ديسيمتر أحسنتم كذلك إذن هنا سيضطر كذلك إلى قص جليزة ليكمل تجليز طول الغرف بالنسبة إلى عدد الجليزات على العرض إذن ثلاثة فاصل ستة قسمة سفر فاصل ثلاثة يساوي إثنى عشرة جليزة إذن الملاحظة أحسنتم كذلك عندما يستعمل الصنف الثاني سيضطر لقص جليزة نمر الآن إلى الصنف الثالث إذن عدد الجليزات على الطول أربعة قسمة سفر فاصل أربعة يساوي عشرة كذلك هنا يمكننا أن نحسب ذلك ذهنيا عدد الجليزات على العرض ثلاثة فاصل ستة قسمة سفر فاصل أربعة كذلك يمكننا استعمال الحساب الذهني بتحويل ثلاثة فاصل ستة ثلاثة متر فاصل ستة نمكننا أن نحولها إلى ديسي متر تساوي ستة وثلاثون ويمكن أن نحول سفر متر فاصل أربعة إلى ديسي متر تساوي أربعة تصبح ستة وثلاثون على أربعة تساوي تسعة إذن ماذا تلاحظون هنا؟ إذن أن عدد الجليزات على الطول هو عدد صحيح وعدد الجليزات على العرض هو عدد صحيح أحسنتم إذن عندما يستعمل هذا الصنف لن يضطر لقص جليزة إذن بعد إنجاز هذا الجدول سنستنتج أنه سيستعمل الصنف أحسنتم سيستعمل الصنف الثالث إذن سيختار الصنف الثالث لأنه لن يضطر لقص الجليز حيث سيستعمل عشرة جليزات على الطول وتسعة جليزات على العرض السؤال الثاني سنبحث عن عدد الجليزات التي سيستعملها بطبيعة الحال سيستعمل الجليز من الصنف الثالث بسيطة جدا إذن بما أنه سيستعمل عشرة جليزات على الطول وتسعة جليزات على العرض إذن عدد الجليزات التي سيستعملها عشرة في تسعة يساوي تسعون جليزة السؤال الثالث سنبحث عن ثمن المتر المربع الواحد من هذا الصنف من الجليز أولا سنبحث عن مساحة الغرفة بالمتر المربع نتذكر إذن الغرفة مستطيلة الشكل إذن ومساحة المستطيل تساوي طول في عرض عندما نطبق ذلك في وضعيتنا إذن 4 متر في 3 متر فاصل 6 يساوي 14 متر مربع فاصل 4 سنبحث كذلك عن ثمن الجملي للجليزات سنبحث عن الثمن الجملي للجليزات بما أنه سيستعمل عددا جمليا من الجليزات يساوي تسعين وثمن الجليزة الواحدة من ذلك الصنف يساوي 0 دينار فاصل 480 إذن سنبحث عن ثمن الجملي 90 في 0.480 يساوي 43 دينار فاصل 200 الآن بما أننا تعرفنا على المساحة الجملية للغرفة والتي تساوي 14 متر مربع فاصل 4 وتعرفنا كذلك عن الثمن الجملي للجليزات هنا إذن أحسنتم سنقوم بقسمة بما أننا سنبحث عن ثمن المتر المربع الواحد نحن هنا نعرف الثمن الجملي والمساحة الجملية إذن عند البحث عن ثمن المتر المربع الواحد من هذا الصنف نعم سنقسم الثمن الجملية للجليزات على المساحة الجملية للغرفة إذن ثمن المتر المربع الواحد من هذا الصنف من الجليز 43 دينار فاصل 200 على 14.4 يساوي 3 دينار نمر الآن إلى التمرين الثاني كذلك هذا التمرين مأخوذ من مدونة الرياضيات مرة أخرى لمن لم يتابعنا في التمرين الأول هذا هو عنوان الموقع موقع المركز الوطني البيداغوجي يمكنكم الدخول إلى هذا الموقع وتحميله المدونة بها جملة من التمرين المختلفة والمتنوعة والثرية والتي يمكنها أن تساعدنا في المراجعة للمناظرة إذن سنمر إلى التمرين الثاني نأخذ الصفحة 108 من المدونة التمرين الأول إذن قال أحمد ركبت من محطة تونس العاصمة القطار السريعة المتوجهة نحو مدينة جابس فتوقف في كل من محطة سوسة وصفاقس مدة زمنية طويلة لأسباب فنية مما أفقده في هذه السفرة صفة السرعة التي يحملها أستعين بهذا الرسم البياني للتخطيط إلى المعلومة المطلوبة كما تشاهدون هذا مخطط إذن بطبيعة الحال يمكنكم الاستعانة بالمخططات يعني لإنجاز التمرين ولتسهيل عملية إيجاد الحل إذن أولاً ينطلق الخطار من محطة تونس على الساعة الواحدة بعد الزوال وعشر دقاء سيستغرق في السير ساعتين وخمسة دقاء للوصول إلى محطة سوسة إذن بطبيعة الحال عند الوصول إلى محطة سوسة هناك توقف لمدة زمنية طويلة لإصلاح عطب فني بعد ذلك سينطلق من محطة سوسة وسيبقى مدة زمنية في السير من محطة سوسة إلى محطة صفاقس تقدر بساعة وثلاثون دقيق بساعة وثلاثين دقيق عند الوصول إلى محطة صفاقس سيتوقف سيتوقف لإصلاح عطب فني بعد ذلك سيكمل السفرة للوصول إلى محطة جابس وسيستغرق في السير ساعة وخمسة وخمسون دقيق إذن هنا السؤال مدة توقف القطار أثناء هذه السفرة إذن بطبيعة الحال مدة السفرة الجملية مدة السفرة الجملية أحسنتم فيها مدة السير نعم مع مدة التوقف لأن القطار عندما يتوقف لا يتوقف الوقت بطبيعة الحال إذن مدة السفرة الجملية منذ الانتلاق من محطة تونس إلى الوصول إلى محطة جابس يشمل مدة السير ومدة التوقف السؤال مدة توقف القطار أثناء هذه السفرة إذن كيف سنبحث عن مدة توقف القطار أثناء هذه السفرة؟ نعم بما أن المدة الجملية للسفرة تشمل مدة التوقف مع مدة السير عند البحث عن مدة التوقف أحسنتم إذن سنطرح مدة السير من المدة الجملية للسفرة إذن المدة الجملية للسفرة سنطرح منها سنطرح منها مدة السير المدة الجملية للسير سنطرح منها المدة الجملية للسير إذن هل نعرف المدة الجملية للسفرة؟ بالطبع لا لا نعرف المدة الجملية للسفرة إذن كيف سنبحث عنها؟ أحسنتم نعم سنعود سنعود ونستعمل القاعدة القاعدة التي تقول أن ساعة الوصول تساوي ساعة الانطلاق مع المدة الجملية للسفرة إذا أردنا أن نبحث عن المدة الجملية للسفرة أحسنتم إذن سنطرح ساعة الانطلاق من ساعة الوصول إذن بما أن ساعة الوصول هي الساعة الثامنة مساء وعشر دقائق وساعة الانطلاق هي الساعة الثالثة عشرة أو الساعة الواحدة بعد الزوال وعشر دقائق إذن المدة الجملية للسفرة سنستعمل هذين المعطيين ساعة الوصول إلى جابس وساعة الانطلاق من تونس إذن ساعة الوصول إلى جابس سنترح منها ساعة الانطلاق من تونس إذن سنضع هذين المعطيين أو يمكن أن نكتب بالحروف ساعة الوصول إلى جابس سنترح منها ساعة الانطلاق من تونس إذن هنا سنحسب المدة الجملية للسفرة بطرح ساعة الانطلاق من تونس من ساعة الوصول إلى جابس إذن بعد حساب المدة الجملية للسفرة سنمر إلى حساب المدة الجملية للسيرين المدة الجملية للسير نرى أمامنا على المخطط أنها مقسمة إلى ثلاثة أجزاء أحسنتم سنجمع هذه المدد الزمنية للسير إذن المدة الأولى بين محطة تونس ومحطة سوسا والتي استغرقت ساعتين وخمس دقائق مع المدة الزمنية الثانية للسير بين محطة سوسا ومحطة صفاقس والتي دامت ساعة ونصف مع المدة الزمنية الثالثة بين محطة صفاقس ومحطة جابس والتي دامت ساعة وخمسة وخمسون دقيق إذن سأكتب بالأرقام سنجمع المدة الزمنية الأولى للسير مع المدة الزمنية الثانية مع المدة الزمنية الثالثة هنا إذن اكتمل المخطط يمكننا المرور إلى إنجاز العمليات مدة السفرة المدة الزمنية الجملية لسير القطار ساعة الثامنة وعشر دقائق إلى الساعة الواحدة بعد الزوال وعشر دقائق هنا سنجد مدة السفرة بعد ذلك سنترح منها المدة الزمنية الجملية لسير القطار ساعتين وخمس دقائق مع ساعة ونصف مع واحد ساعة وخمسة وخمسون دقيق مدة السفرة إذن بالنسبة إلى مدة السفرة الساعة ثامنة وعشر دقائق مساء إلا الساعة الواحدة بعد الزوال وعشر دقائق يساوي سبعة ساعات بالنسبة إلى المدة الزمنية الجملية لسير القطار إذن ساعتين وخمس دقائق مع ساعة ونصف مع واحد ساعة وخمسة وخمسون دقيقة نجد خمسة ساعات وثلاثون دقيقة الآن المدة الجملية للتوقف بطبيعة الحال المدة مدة الجملية للسفرة سنطرح منها خمسة ساعات وثلاثون دقيقة وهي التي تمثل المدة الزمنية الجملية لسير القطار إذن سبعة ساعات إلا خمسة ساعات وثلاثون دقيقة يساوي ساعة ونصف أي واحد ساعة وثلاثون دقيقة الآن كذلك نمر إلى التمرين الثالث أذكر مرة أخرى أبناء الأعزاء هذا التمرين موجود في مدونة الرياضيات والتي يمكنكم تحميلها عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني البيداغوجي بطبيعة الحال قلنا أن المدونة تشتمل على تمارين مختلفة متنوعة وتراعي جميع الدرجات إذن نمر إلى التمرين الثالث وهو موجود بصفحة مئة وأحد عشرة التمرين الخامس تلقى السيد أحمد هذا الاستدعاء من إدارة المؤسسة التي يشتغل فيها إذن استدعاء السيد أحمد التونسي الموضوع حضور حلقة تكوينية في الإعلامية وبعد فإنكم مدعون لحضور الحلقة التكوينية في الإعلامية التي ستجرى بالمهدية أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2006 ينطلق العمل في اليوم الأول بداية من الساعة الثامنة ونصف صباحا بالضبط عن إدارة المؤسسة إذن ننتبه الآن هذا نص الاستدعاء الآن سنمر إلى نص الوضعية في الساعة السادسة من صباح يوم 28 سبتمبر 2006 غادر السيد أحمد تونس العاصمة التي تبعد عن المهدية بـ 200 كم وقطع بسيارته هذه المسافة بمعدل سرعة 80 كم في الساعة وقد توقف في الطريق ثلثة ساعة للاستراحة فوصل المكان المقصود بعد الوقت المقرر في الاستدعاء متى كان عليه أن يغادر تونس العاصمة إذن نحن أمام السؤال متى كان عليه أن يغادر تونس العاصمة على أقصى تقدير ليصل في الوقت المحدد في الاستدعاء باعتبار نفس معدل السرعة ونفس مدة التوقف إذن بطبيعة الحال دائماً أذكركم عند المرور إلى حالة الوضعية أولاً يابد من تحديد المعطيات والمعطيات في وضعيتنا إذن انتلاق العمل والذي ينطلق إذن ساعة الثامنة وثلاثون دقيقة صباحاً بالضبط إذن السيد أحمد عليه أن يكون موجوداً في الحلقة التكوينية بالضبط على الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة هذا المعطى الأول بالنسبة للمعطى الثاني إذن المسافة الفاصلة بين تونس والمهدية المعطى الثالث معدل السرعة معدل السرعة الذي سيقطع به السيد أحمد المسافة الفاصلة بين تونس والمهدية وهو هنا ثمانون كيلومتر في الساعة المعطى الرابع إذن مدة التوقف إذن سيتوقف السيد أحمد للاستراحة إذن ثلثة ساعة دون أن ننسى بطبيعة الحال أن نسطر كذلك ساعة الانطلاق إذن السيد أحمد انطلق من تونس على الساعة السادسة من صباح يوم 28 سبتمبر 2006 الآن إذن سنمر إلى الإنجاز أولا إذن السؤال سنبحث عن الوقت الذي كان عليه الخروج فيه من المنزل ليصل في الوقت المحدد هذا هو السؤال إذن سنحسب مدة السير إذن مدة بالنسبة إلى مدة السير إذن المعطيات التي سنستعملها لحساب مدة السير إذن هنا المسافة الفاصلة بين تونس والمهدية ومعدل سرعة السيارة وهو يساوي 80 كم في الساعة إذن إذن بطبيعة الحال سنستعمل التناسب أحسنتم سنستعمل التناسب ونستعمل القاعدة الثلاثية أحسنتم إذن 80 كم في الساعة الساعة أحسنتم تساوي 60 دقيقة سنبحث عن الوقت المستغرق لقطع 200 كم إذن كما قلنا سنستعمل القاعدة الثلاثية 200 في 60 على 80 إذن 200 في 60 على 80 يساوي 150 دقيقة أحسنتم هنا يمكننا تحويل ذلك عبر الاستعانة بالحساب الذهني 150 دقيقة كم تساوي أحسنتم تساوي ساعتان و30 دقيقة مدة السفرة أحسنتم كذلك ثلث الساعة يساوي بما أن الساعة هي عفوا ثلث الساعة يساوي 20 دقيقة عفوا سأصلح يساوي 20 دقيقة إذن ثلث الساعة يساوي 20 دقيقة الآن عندما نريد أن نحسب مدة السفرة الجملية بطبيعة الحال سنحسب مدة السير نجمعها مع مدة التوقف بطبيعة الحال ثلث الساعة 20 دقيقة وليس 30 دقيقة إذن هنا يعني كما ترون قمنا بإصلاح ذلك الخطأ إذن ساعتين وثلاثون دقيقة مع 20 دقيقة يساوي ساعتين وخمسون دقيقة إذن ستستغرق السفرة ساعتين وخمسون دقيقة إذا إذا خرج السيد أحمد على الساعة السادسة صباحا متى سيصل إذن سيصل على الساعة الثامنة وخمسون دقيقة أحسنتم إذن بينما ينطلق العمل في اليوم الأول على الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إذن سيصل بعد الموعد المحدد إذن كان على السيد أحمد الخروج من منزله على الساعة إذن الآن بما أنه سيستغرق في السفرة سيرا وتوقفا ساعتين وخمسين دقيقة إذن متى عليه أن يخرج من منزله ليصل في الوقت المحدد وهو الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة أحسنتم إذن كان على السيد أحمد أن يخرج من منزله على الساعة إذن الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة ساعة الوصول أو الوقت المحدد لبداية التكوين سنترح منه المدة الجملية للسفرة ساعتين وخمسين دقيقة إذن كان عليه أن يخرج على الساعة الخامسة صباحا وأربعين دقيقة أي قبل عشرين دقيقة من الموعد الذي خرج فيه الآن سنمر إلى التمرين الرابع كذلك هذا التمرين مأخوذ من مدونة الرياضيات أذكركم مرة أخرى يمكنكم تحميل المدونة من الموقع الرسمي للمركز الوطني البيداغوجي عبر هذا العنوان التمرين الرابع هو سنجده بالصفحة 231 التمرين عدد 1 خصص فلاح كامل قطعة أرض لزراعات مختلفة كما هو مبين بالجدول نوع المزرعات إذن بيوت مكيفة المساحة المخصصة لها أربعة أتساع مساحة القطعة الخذر ثلث مساحة القطعة عود الرقيق المساحة المتبقية أحسنتم أبنائي نحن أمام هذه الوضعية ومعطياتها تتمثل في أعداد كسرية عندما نتذكر إذن الأعداد الكسرية إذن أحسنتم هذه أعداد كسرية مختلفة في البسوط والمقامات إذن ماذا سنفعل نعم سنقوم بتوحيد المقامات إذن السؤال الأول أعبر بعدد كسري عن المساحة المخصصة لعود الرقيق السؤال الثاني المساحة المخصصة للبيوت المكيفة تفوق المساحة المخصصة للعود الرقيق بـ 11 آر فاصل 40 السؤال أحدد بالآر قيس المساحة المخصصة لكل نوع من هذه المزروعات أحدد قيسة المساحات الثلاث بطريقة أخرى إذن قلنا نحن أمام أعداد كسرية بطبيعة الحال هذه الأعداد الكسرية مختلفة في البسوط والمقامات إذن سنقوم بعملية توحيد المقامات شاهدوا معي أبنائي عندما نوحد المقامات إذن نحن أولا سنذهب لنلاحظ ماذا يوجد في المقامات إذن المقام الأول هو تسعة والمقام الثاني هو ثلاثة نعم أحسنتم هناك علاقة مباشرة بين المقامين تسعة من مذاعفات ثلاثة إذن عند توحيد المقامات سنحافظ على العدد الكسري الأول والذي يمثل المساحة المخصصة للبيوت المكيفة كما هو أربعة أتسعة ثم سنحول العدد الكسري الثاني وهو الذي يساوي الثلث والذي يمثل المساحة المخصصة لزراعة الخضر سنحوله إلى أحسنتم سنحوله إلى عدد كسري مقامه تسعة كيف سيكون ذلك نعم سنضرب بسطه ومقامه في نفس العدد إذن بما أننا سنحول هذا العدد الكسري إلى عدد كسري مقامه تسعة إذن ثلاثة وهي تمثل المقام في ماذا سنضربها نعم أحسنتم ثلاثة في ثلاثة كذلك لا ننسى أن نضرب البسط كذلك في نفس العدد أي في ثلاثة إذن سنعبر بعدد كسري عن المساحة المخصصة لعود الرقيق توحيد المقامات كما قلنا إذن الثلث سنحوله إلى عدد كسري مقامه تسعة إذن بضرب بسطه ومقامه في العدد ثلاث يساوي إذن ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة وثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة إذن بعد توحيد المقامات أصبحت المساحة المخصصة لزراعة الخضر تساوي ثلاثة أتساع الخضر ثلاثة أتساع إذن الآن البيوت المكيفة أربعة أتساع المساحة المخصصة لزراعة الخضر ثلاثة أتساع هنا ماذا نستنتج نعم أحسنتم المساحة الجملية للأرض تساوي بالعدد الكسري إذن المساحة الجملية ما نستنتجه أحسنتم المساحة الجملية هي تسعة أتساعين المساحة الجملية هي تسعة أتساع إذن مساحة مخصصة للبيوت المكيفة أربعة أتساع مساحة مخصصة للخضر وتساوي ثلاثة أتساع والمساحة المتبقية مخصصة لزراعة عود الرقيق أحسنتم كيف سنبحث عن العدد الكسري الذي يمثل المساحة المخصصة لعود الرقيق بما أن المساحة الجملية بالعدد الكسري تساوي تسعة أتساعين أحسنتم إذن المساحة الجملية بالعدد الكسري سنطرح منها مجموع العددين الكسريين الممثلين للمساحة المخصصة للبيوت المكيفة والمساحة المخصصة لزراعة الخضر وهكذا نجد إذن تسعة أتساع سنطرح منها بين قوسين أربعة أتساع مع ثلاثة أتساع إذن أربعة مع ثلاثة يساوي سبعة أذكركم أبنائي كذلك عند جمع وطرح الأعداد الكسرية فإننا نجمع ونطرح البصوتة فقط وذلك بعد توحيد المقام بطبيعة الحال الذي سيبقى على حاله عند إنجاز عملية جمع أو طرح الأعداد الكسرية إذن أذكر مرة أخرى سنجمع ونطرح البصوتة فقط لأننا لا نجمع أو نطرح إلا بعد توحيد المقامات ذلك المقام سيبقى على حاله إذن تسعة إلا أربعة مع ثلاثة يساوي إثنان إذن تسعة أتساع إلا بين قوسين أربعة أتساع مع ثلاثة أتساع والتي تساوي سبعة أتساع تسعة أتساع إلا سبعة أتساع يساوي تسعاني إذن العدد الكسري الذي يمثل المساحة المخصصة لعود الرقيق تساوي تسعاني إذن سنمر الآن إلى البحث عن العدد الكسري الذي يمثل الفارق بين المساحة المخصصة للبيوت المكيفة والمساحة المخصصة لعود الرقيق إذن سأكتب هنا ما وجدنا إذن تسعان إذن سنبحث عن الفارق بين المساحة المخصصة للبيوت المكيفة والتي تساوي أربعة أتساع والمساحة المخصصة لزراعة عود الرقيق والتي تساوي التسعان إذن هنا لا توجد مشكلة مباشرة يمكننا إنجاز العملية لأن المقام هو نفسه إذن بطبيعة الحال الفارق إذن أربعة أتساع إلا تسعين أربعة أتساع إلا تسعين يساوي تسعين كذلك إذن التسعين تمثل الفارق بين المساحة المخصصة للبيوت المكيفة والمساحة المخصصة لعود الرقيق الآن سنبحث عن المساحة المخصصة لكل نوع من المزروعات بطريقتين مختلفة مختلفة نتذكر أن الفارق بين المساحة المخصصة للبيوت المكيفة والمساحة المخصصة لعود الرقيق هي أحد عشر آران فاصل أربعين إذن إذن المساحة المخصصة للبيوت المكيفة وهي تمثل بالعدد الكسري أربعة أتساع تفوق المساحة المخصصة لعود الرقيق أربعة 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 أرب الفارق هنا 11R فاصل 40 إذن عندما نطرح أربعة أتساع والتي تمثل المساحة المخصصة لبيوت المكيفة نطرحه منها المساحة المخصصة لزراعة عود الرقيق بالعدد الكسري 90 إذن تساوي 90 تساوي كذلك 11R فاصل 40 إذن الفارق نحن لدينا الآن هنا الفارق بالعدد الكسري وفارق بعدد عشري ويمكن أن نحاوله إلى عدد صحيح إذن بالنسبة للمساحة المخصصة للبيوت المكيفة إذن 11R تمثل جزئين إذن سنقسمها على 2 لنجد الجزء الواحد ثم نضرب ما وجدناه في 4 بما أن عدد الأجزاء المخصصة للبيوت المكيفة 4 أتساع أي 4 إذن سنجد 22R فاصل 8 الآن سنمر إلى الجزء المخصص لزراعة الخضر كذلك بطبيعة الحال بعد القيام بعملية توحيد المقامات أصبح العدد الكسري الذي يمثل المساحة المخصصة للخضر أصبح ثلاثة أتساع يعني ثلاثة أجزاء إذن 11R فاصل 40 على 2 سنجد كذلك الجزء الواحد ثم نضرب ما وجدناه في 3 سنجد المساحة المخصصة لزراعة الخضر أي ما يساوي 17R فاصل 1 الآن سنبحث عن المساحة المخصصة لعود الرقيق نعم أحسنتم أبنائي بما أننا نعرف المساحة المخصصة للبيوت المكيفة ونعرف الفارقة بينها وبين المساحة المخصصة لعود الرقيق أحسنتم سنقوم نعم بعملية طرح بسيطة إذن المساحة المخصصة لعود الرقيق إذن 22R فاصل 8 إلا 11R فاصل 4 كذلك هنا يمكنكم إنجاز العملية ذهنيا سنجد 11R فاصل 4 هذا بالنسبة للطريقة الأولى الآن سنمر إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية بطبيعة الحال سنبحث عن المساحة الجملية للأرض نعم أحسنتم أبنائي نحن وجدنا المساحة الفارق بين المساحة المخصصة للبيوت المكيفة والمساحة المخصصة لزراعة عود الرقيق وجدناها بالعدد الكسري أي ما يساوي التسعين إذن الفارق يساوي التسعين أي ما يساوي كذلك 11 أرن فاصل 40 نعم ماذا تلاحظون هنا نحن نريد أن نبحث عن مساحة جملية أحسنتم أبنائي نحن سننطلق من ماذا من جزء إذن التسعين جزء إذن سننطلق من هذا الجزء والذي يساوي 11 أرن فاصل 40 سننطلق منه للبحث عن المساحة الجملية للأرض نعم عندما ننطلق من جزء للبحث عن الجملة إذن سنضرب ذلك الجزء أحسنتم في مقلوب العدد الكسري الذي يمثله إذن هذا الجزء وهو الفارق يمثله عدد كسري وهو تسعان إذن سننطلق من هذا الجزء للبحث عن المساحة الجملية للأرض سنضرب ذلك الجزء في مقلوب العدد الكسري وهذا ما يعطينا العملية التالية إذن 11 أرن فاصل 40 على 2 في 9 يساوي 51 أر فاصل 3 الآن نعرف المساحة الجملية للأرض يمكننا البحث عن المساحات المختلفة والمخصصة لكل نوع إذن عندما ننطلق من المساحة الجملية نعم أحسنتم الآن نحن سننطلق سنقوم بالعكس سننطلق من الجملة إلى البحث عن جزء كيف سيكون ذلك أبناء الأعزاء وبناتي نعم سنضرب ذلك المقدار الجملية في بسط العدد الكسري عفوا سنضرب ذلك المقدار الجملي في بسط العدد الكسري الممثل للجزء ونقسمه على مقامه أحسنتم إذن هذا ما يعطينا المساحة المخصصة للبيوت المكيفة 51R فاصل ثلاثة على التسعة في أربعة إذن الجملي المساحة الجملية 51.3 سنقسمها على المقام ونضربها في البسط أو نضربها في البسط ونقسمها على المقامي إذن لا يهم أن نبدأ بالقسمة على المقام أو الضرب في البسط دائما يجب يعني بطبيعة الحال ستعطينا نفس النتيجة سنجد 22R فاصل ثمانية بالنسبة إلى المساحة المخصصة للخذر يمكننا مباشرة استعمال العدد الكسري الأول الذي يمثل المساحة المخصصة للخذر بالتالي العملية ستكون سهلة جدا إذن 51.3 على ثلاثة مباشرة عندما نضرب في واحد سيبقى العدد على حاله ونقسمه على المقام إذن على ثلاثة يساوي 17R فاصل واحد المساحة المخصصة لعود الرقيق يمكننا نبحث عنها بهذه الطريقة إذن المساحة المخصصة المساحة الجملية سنطرح منها المساحتين الأولى والثانية المساحة المخصصة للبيوت المكيفة مع المساحة المخصصة للخذر إذن سنجد 11R 10.4 هذه هي الطريقة الثانية إذن أبنائي تلاحظون أن حصة اليوم كل التمارين كانت مأخوذة من مدونة الرياضيات والتي أعيد مرة أخرى يمكنكم تحميلها بكل سهولة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني البداغوجي أنصحكم بذلك شكراً أبنائي على المتابعة وأرجو أن تكون قد عمت الفائدة ترجمة نانسي قنقر